اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الوقاية من الاصابات في اثناء العمل من خلال تنظيم بيئة العمل تحلل منافع التكلفة علم تنظيم بيئة العمل هو علم تصميم بيئة عمل امنة ومريحة تتمتع بانتاجية عالية فاماكن العمل المصممة من غير الاخذ بمبادئ هذا العلم يمكن ان تؤدي الى الارهاق والسوء الاداء في العمل والى اصابات ايضا يتحدث هذا البرنامج التفقيفي عن الاصابات في بيئة العمل وعن التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذه الاصابات كما يوضح ايضا التكاليف والمنافع المتعلقة بالوقاية من الاصابات في اماكن العمل عبر تطبيق مبادئ علم تنظيم بيئة العمل الإصابات من الممكن ان تحدث اصابات العمل بطريقتين اثنتين يمكن ان تحدث سريعا في لحظة زمنية محددة كما يمكن ايضا ان تظهر خلال ايام او شهور او سنوات يطلق اسم الاصابات الحادة على الاصابات التي تحدث في لحظة محددة من الزمن ومن الامثلة عليها السقوط والانزلاق والتعثر تهتك الجلد الكسور والشد والوثي اللذان يحدثان سريعا عندما يتحدث الناس عن الاصابات فهم غالبا ما يشيرون الى الاصابات الحادة لكن المشكلات تتراكم في كثير من الحالات خلال فترات زمنية طويلة وهذا ما ندعوه باسم الاصابات التراكمية او الردود التراكمية او الاضطرابات العضلية العظمية المرتبطة بالعمل ومن الامثلة على الاصابات التراكمية متلازمة نفق الرصخ اصبع الصياد او الاصبع الزنادية مرفق لاعب التنس التهاب الاوتار صداع الحاسوب الشد العضلي في اسفل الظهر وحالات صحية مشابهة اخرى يمكن ان تؤدي الاصابات التي تحدث في اثناء العمل الى مشكلات بالنسبة للموظف وصاحب العمل ايضا اثر الاصابات على العاملين قد يضطر العاملون الذين يتعرضون لهذه الاصابات الى الخضوع لقيود ام معوقات معينة سواء في حياتهم الوظيفية او حياتهم الشخصية يمكن ان يصادف العاملون المصابون مشاكل في العمل ومن بينها الشعور بالالم وعدم الراحة تدني الانتاجية قيود ام معوقات تحد من قدرتهم على القيام باعباء العمل تدني الروح المعنوية ازدياد الشدة او الضائقة النفسية احتمال الاصابة بعجز دائم وبتدني القدرة على تحقيق الدخل يكون للاصابات في بيئة العمل اثر سلبي على عيات العاملين الشخصية ايضا وهي غالبا ما تحد من الانشطة التي لا علاقة لها بالعمل ويمكن ان تقلل القدرة على التفاعل مع الاسرة والاصدقاء يمكن القول اجمالا ان من المرجح ان يعيش العاملون حياة اقل جودة بعد الاصابة برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية التكاليف المترتبة على صاحب العمل يمكن ان تؤدي النفقات التي تترتب على صاحب العمل نتيجة اصابة العمل الى اثر سلبي على عمل الشركة من عدة نواحن يمكن تصنيف التكاليف الناجمة عن الاصابات في بيئة العمل الى فئتين اثنتين تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة التكاليف المباشرة هي النفقات ذات الارتباط المباشر بالاصابات نفسها ويمكن ان تشمل هذه التكاليف نفقات طبية دفع تعويضات للموظف دفع تعويض عجز للموظف وتكاليف الخدمات القانونية التكاليف غير المباشرة هي نفقات ليست نتيجة فورية مباشرة للاصابة لكنها على صلة بمرحلة ما بعد الاصابة ومن الامثلة على التكاليف غير المباشرة الزمن الاداري المكرس للتعامل مع الاصابة والرعاية الصحية أجور الموظف في اثناء انقطاعها عن العمل بسبب الاصابة نفقات تدريب موظف مؤقت جديد خسائر من حيث الانتاجية تدني جودة السلع أو الخدمات وزيادة تكاليف التأمين عند إجراء تحليل منافع التكلفة من الشائع أن يأخذ صاحب العمل في الحسبان التكلفة المباشرة لإصابات العمل فقط لكن التكلفة غير المباشرة يمكن أن تؤدي إلى أثر سلبي على أداء الشركة وسوف نلقي نظرة قريبة على بعض هذه التكلف غير المباشرة أجور الموظف في أثناء انقطاعه عن العمل نتيجة الإصابة عندما يصاب الموظف قد يكون على صاحب العمل أن يستمر في دفع أجوره في أثناء انقطاعه عن العمل لتلقي الرعاية الصحية أو في أثناء ذهابه لمراجعة الأطباء أو للخضوع لإعادة التأهيل وهكذا يدفع صاحب العمل أجورا لموظف لا يعمل هذا بالإضافة إلى الأجور المدفوعة إلى الموظف البديل أو إلى أجور ساعات العمل الإضافية لزمالاء الموظف المصاب وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل أجرين مقابل عمل واحد فقط تدريب موظف جديد أو موظف مؤقت إن تتغيب الموظف المصاب عن العمل لابد من توظيف شخص جديد أو موظف مؤقت وتدريبه ليقوم بالعمل على نحو سليم وهذا ما يرتب على صاحب العمل دفع أجور الشخص الذي يتولى التدريب كما يتحمل صاحب العمل أيضا أجور موظفي الموارد البشرية والموظف الذين يقومون بالبحث عن الموظف البديل ومقابلته وتوظيفه خسائر تدني الإنتاجية عند حدوث إصابة حدة أو تراكمية غالبا ما يكون من الضروري أن يتوقف كثير من الأشخاص عن العمل للتعامل مع الوضع ويؤدي هذا الانقطاع لسير العمل المعتاد إلى خسارة في الإنتاجية وإلى تقليل أرباح الشركة وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتأثر الإنتاجية أيضا عند حلول موظف بديل محل الموظف المصاب الذي يملك خبرة وتجربة في العمل وبما أن الموظف البديل لم يألف مهام عمله لبعض فمن المحتمل أن يكون عمله أبطأ وأقل فعالية وعلى نحو المماثل فإن الموظف المصاب يمكن أن يعود إلى عمله بقدرات أقل من قدراته السابقة والنتيجة هي تراجع كمية المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة مما يؤدي إلى تدني أرباحها أيضا تدني جودة المنتجات أو الخدمات قد يكون الموظف البديل أقل مهارة في العمل بحيث يمكن أن تتدنى جودة المنتجات أو الخدمات ومن الممكن أن يتطلب الأمر إعادة العمل على المنتجات المتدنيات الجودة أو استبعاد هذه المنتجات وهذا ما يعني هدرا في المواد الأولية والطاقة إضافة إلى تحامل دفع أجور لا مبرر لها كما يمكن أيضا أن يؤدي تراجع جودة المنتجات أو الخدمات إلى خسارة ثقات المستهلك وولائه للشركة مما يقود إلى نتائج خطيرة فيما يخص أداء الشركة في المستقبل مثال لننظر إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بإصابة تراكبية على صلة بالأعمال الشائعة يكسب مونير 20 ريالا في الساعة من عمله في تجميع أجزاء أحد المنتجات وخلال عمله يتعين عليه الالتفاف بجدعه ليتناول بعض الأجزاء من صندوق يقع خلفه وقد اشتكى مونير وزملائه إلى المشرف عليهم بفترة من الزمن من ألم في الظهر واقترحوا نقل ذلك الصندوق إلى مكان آخر أو القيام بشيء ما لتجنب حركة الالتفاف المتكررة لكن المشرف لم يسجب لشكواهم ولم يأخذ باقتراحهم بقيت حالة ظهر مونير تسوء أسبوعا بعد أسبوع وأخيرا بلغ الألم حدا أرغمه على التوقف في منتصف وقت العمل وقد توقف خط التجميع كله نتيجة توقف مونير عن عمله جرى نقل مونير إلى العيادة الطبية المحلية حتى يراه الطبيب وقد قال الطبيب إن عليه أن يستريح في البيت مدة أسبوع على الأقل كما قال الطبيب أيضا إن مونير لن يكون قادرا على القيام إلا بمهام محددة عند عوتته إلى العمل فهو لن يتمكن من القيام بأي عمل يتطلب تلك الحركة الالتفافية إلى الخلف مدة شهر كامل على الأقل من الواضح أن حياة مونير الشخصية والعملية قد تعرضت إلى اضطراب خطير بسبب هذه الإصابة وحتى نتمكن من معرفة مقدار الكلفة الواقعة على صاحب العمل نتيجة هذه الإصابة لا بد من أخذ التكاليف المباشرة وغير المباشرة بعين الاعتبار وسوف نتناول التكاليف المباشرة أولا تتضمن التكاليف المباشرة لإصابة مونير مايلي كلفة زيارة الطبيب والتي تساوي 200 ريال تصوير الظهر بالأشعة الصينية والتي تساوي 350 ريال أدوية لتخفيف الألم والتي تساوي 50 ريال إضافة إلى هذا فإن كلفة هذه الخدمات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الرسوم التأمين التي تدفعها الشركة بمقدار غير معروف إذن الكلفة المباشرة الإجمالية تساوي 600 ريال ندرس الآن التكاليف غير المباشرة المتعلقة بإصابة مونير ومن هذه التكاليف أجور الموظفين الذين رافقوا مونير إلى العيادة 25 ريال للساعة لمدة 4 ساعات عمل والتي تعادل 100 ريال أجور موظفي الموارد البشرية عن الزمن اللازم للعثور على بديل المونير وإجراء المقابلات اللازمة لذلك والتي هي 35 ريال للساعة لمدة 8 ساعات عمل والتي تعادل 280 ريال تأمين صحي للموظف البديل بقيمة 95 ريال أجر الموظف البديل 18 ريال للساعة لمدة 40 ساعة والتساوي 720 ريال أجر موظف يقوم بتدريب الموظف البديل والذي يساوي 20 ريال للساعة لمدة 8 ساعات والتي تساوي 160 ريال فتبلغ مجموع التكاليف غير المباشرة في هذا المثال 1355 ريال إضافة إلى ذلك هناك نفقات مهمة أخرى غير مباشرة لكن من الصعب التعبير عنها برقم واحد وهذه النفقات غير الملموسة تتضمن تكاليف ما يليه تباطؤ العملية الإنتاجية عندما أدت إصابة منير إلى توقف خط التجميع عمل خط التجميع بشكل أبطأ ريثما يكتسب الموظف البديل المهارات اللازمة للعمل إعادة العمل على المنتجات التي قام الموظف البديل بتجميعها على نحو خاطئ وتراجع رضا المستهلك عن المنتجات وخسارة الشركة بعض سمعة منتجاتها بسبب تدني جودتها إن إجمالية التكاليف الناجمة عن إصابة منير هو مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة وفي هذا المثال البسيط عن الإصابة التراكمية في الظهر تبلغ التكاليف ستماء وضافة إليها ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين والتي تساوي ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين ريالا إضافة إلى مقدار التكاليف غير الملموسة نرى من هذا المثال أن التكاليف غير المباشرة أكبر بكثير من التكاليف المباشرة وقد وجدت الدراسات أن التكاليف غير المباشرة للإصابة يمكن أن تبلغ أربعة أضعاف التكاليف المباشرة في أغلب الحالات ومن المهم أن نتذكر إدراج التكاليف غير المباشرة في أي تحليل لمنفع التكلفة لتناول الإصابة في بيئة العمل إذا كان هامش الربح الذي تحققه شركة منير ثلاثة بالمئة فلابد من تحقيق مبيعات بقيمة خمسة وستين ألف ومائة وسبعة وثمانين ريالا لتغطية التكاليف الناجمة عن إصابة منير البسيطة نسبيا في هذا المثال قدم منير وزملائه شكوى إلى الإدارة فيما يخص ألام الظهر كما قدم أيضا مقترحات فيما يخص تعديل بيئة العمل لو أصغى المشرف إلى الشكاوي والمقترحات على نحو جيد واتخذ التدابير اللازمة لتطوير العمل فربما كان تجنب الإصابة ممكنا وكذلك تجنب التكاليف الناجمة عنها ومن الأشياء التي كان المدير قادرا على فعلها للحيلولة دون الإصابة وما يترتب عليها تغيير مكان صندوق الأجزاء أو رفعه قليلا أو إمالاته بحيث تطلب تناول الأجزاء منه مقدارا أقل من التفاف الجذع تطبيق برنامج لتغيير أماكن الموظفين إلى أماكن عمل أقل إجهادا تركيب طاولة عمل قابلة للضبط والتعديل وتركيب آلة لرفع الأجزاء كان من شأن أي حل من هذه الحلول أن يكون أقل كلفة وأقل تأثيرا في تواصل العمل من الإصابة التي حدثت ولو أصغى المديرون إلى الموظفين سريعا وفكروا في حلول بسيطة تتعلق بأعادة تنظيم العمل لما حدثت الإصابة على الأرجاح من المهم أن نتذكر أن الموظف يعرف عمله أكثر من أي شخص آخر وهو يعرف عادة من الذي يجب تطويره ومن الذي يجعل عمله أكثر كفاءة ويقلل احتمال وقوع الإصابة والمشرف الجيد هو من يستجيب لشكاو الموظفين ومقترحاتهم لقد تناول المثال الذي عرضناه حالة العمل على خط التجميع لكن علم تنظيم بيئة العمل يشمل أيضا المكاتب والأعمال الخدمية وكل بيئات العمل الأخرى إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة علم تنظيم بيئة العمل هو علم تصميم بيئة عمل آمنة ومرحة تتمتع بإنتاجية عالية فأماكن العمل المصممة من غير الأخذ من مبادئ هذا العلم يمكن أن تؤدي إلى الإرهاق والسوء الأداء في العمل وإلى إصابات أيضا هناك نوعان من إصابات العمل إصابات حدة وإصابات تراكمية وهناك نوعان من التكاليف المترتبة على صاحب العمل عند حدوث الإصابة تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة وتكون التكاليف غير المباشرة أكبر من التكاليف المباشرة عادة كما أن التكاريف غير المباشرة لا تكون قابلة للتحديد في بعض الأحيان ومن خلال تجنب الإصابات يستطيع العاملون وأصحاب العمل تجنب الألم والمعانا وكذلك توفير المال والمحافظة على المقدرة التنفسية في السوق تنظيم بيئة العمل على نحو جيد يعادل أداء اقتصادي جيد شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين